رح نتعلم اليوم على الماشي كيف ننشئ Responsive Design يعني التصميم رح يكون متجاوب على حسب حجم شاشة الجهاز تبعي فيني باستخدام Media Query أحصل على حجم شاشة الجهاز يلي يعمل عليه باستخدام Width Method بحصل على حجم عرض الشاشة تبعي وفيني خزن هاي القيمة بداخل متغير من نوع Double رح سميه Screen Width وفيني أعمل نفس الشي مشان أحصل على حجم ارتفاع الشاشة باستخدام Height والقيمة رح تتخزن بداخل هذا المتغير لScreen Height خلوني أعرض القيمة يلي رح تيجي من هدول المتغيرين على الشاشة مشان تشوفوها وتوضح الفكرة مثل مو شايفين لما عم يتغير عرض الشاشة عم شوف قيمتها باستخدام هذا المتغير ولما عم يتغير ارتفاع الشاشة عم شوف قيمتها باستخدام هذا المتغير يعني بمساعدة Media Query بقدر ساوي تطبيقه Responsive وهلأ خلونا نطبق هاي العملية على تصميم تطبينا رح افطرد هون أن عندي تصميم تطبيق جديد في إلها App Bar مع آيكون القائمة المنزلقة أما المحتوى عبارة عن قسمين القسم اليساري عبارة عن كونتينر يمثل Sidebar بحجم 200 بيكسل مثلا بلون أخضر والجانب اليميني بدي حط كونتينر بداخل Expanded Widget بلون أزرع مثلا مشان ياخد كل المساحة المتوفرة على الشاشة طبعا ناقص مساحة الكنتينر اليساري هلأ الفكرة أنه هذا الكنتينر اليساري بديه يظهر فقط على نسخ الويب أو الديسكتوب ويختفي على الشاشات الموبايل ويظهر بدل آيكون للمينو يلي لازم تكون مخفية على الشاشات الكبيرة مشان نطبق هادا الشي فينا ننشئ فوق مثل Breakpoint يعني إذا كانت الشاشة أكبر أو تساوي 600 بيكسل فمعناتها هي شاشة ويب أو الديسكتوب وما لها شاشة موبايل وأما إذا كانت الشاشة أصغر من 600 بيكسل فمعناتها هي شاشة موبايل يعني هذا المتغير للإز ديستوب رح يعطيني القيمة True إذا كان حجم عرض الشاشة يلي جاي من الميديا كوري أكبر أو تساوي 600 بيكسل وهذا المتغير يلي اسمه إز موبايل رح يعطيني القيمة True إذا كان حجم عرض الشاشة أصغر من 600 بيكسل وهلأ فينا نستخدم هدول المتغيرات لحتى نحول ونساوي تصميم تطبيقنا متناسق مع مختلف الشاشات يعني Responsive Design أنا بدي يظهر هذا الكونتينر تبع Sidebar فقط على الشاشات الكبيرة لكي يمكنني استخدم F الشرطية المختصرة بهذه الطريقة وهيك إذا كان المتغير إز ديستوب عم يعطيني القيمة True يعني حجم الشاشة أكبر أو تساوي 600 بيكسل فرح يتحقق الكود يلي موجود بعد إشارة الاستفهام يعني رح يظهر هذا الكونتينر يلي باللون الأخضر أما إذا كانت القيمة False فرح يظهر الكود يلي موجود بعد النقطين فوق بعضهم يلي عبارة عن الكونتينر الفاضي يعني ما رح يظهر أي شي حفظ وهيك ومثل المشايفين عم يظهر Sidebar فقط للشاشات الكبيرة وهلأ بدي يساوي نفس الشي للدراور يلي موجود بالقائمة العلوية وبيدي إياه يظهر فقط على الشاشات الصغيرة كمان بدي استخدم F الشرطية المختصرة وهيك بكون عب أسأل إذا كانت قيمة الـ Is Mobile يلي جاي من هون هي True فرح يظهر الكود يلي بعد إشارة الاستفهام أما إذا كانت قيمة False رح يظهر الكود يلي موجود بعد النقطين فوق بعضهم وأنا ما بدي يظهر أي شي فراح يكتب 0 حفظ ومثل المشايفين هيك بقدر ساوي تطبينا Responsive إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك كنوع من الدعم وبشوفكم بالفيديو القادم سلام اشتركوا في القناة